أحمد فتحي فكر من وجهة نظره ويفكر في أنه هو أفضل أمور بالنسبة له وهو شاف أنه هو يجب أن ينهي مشواره في النادي الأهلي بعد 12-13 سنة من العطاء داخل النادي الأهلي هو حر الموضوع انتهى عند هذا الحد اليوم اللي تمنت فيه لجنة التخطيط لأحمد فتحي التوفيق هو ده كان نهاية الموضوع بالنسبة لنادي الأهلي اللي حصل بعد كده ما يخصش النادي الأهلي في أي شيء ما يخصش النادي الأهلي في أي شيء بالعكس في بعض الأعادات الودية ومعرفش هل مسموح أن أنا أو المفروض أن أنا أتكلم في مثل هزي الأمر أنه دي أمور شخصية يعني لكن أنا هتكلم فيها في بعض الأعادات الودية وليست الرسمية لما سؤل كابت الخطيب أو سؤل أعضاء بلاش أقول الكابت الخطيب عشان ما يقول لها بالطبل فيش مشكلة لما سؤل كابت الخطيب أو سؤل أي حد من أعضاء لجنة التخطيط عن هل من الممكن أن يتم فتح باب التفاوض مرة أخرى مع أحمد فتحي بعدما تناثرت أقوال خلال الأسبوع أو العشر تيام اللي فاتوا عن أن أحمد فتحي لن يستطيع أن يكمل مشواره أو أن نادي بيرامز بيتراجع عن اتفاقه مع أحمد فتحي الحقيقة الرد كان واضح وصريح الرد كان واضح وصريح يا جماعة النادي الأهلي بيتعامل باحترافية مع الناس مع اللاعبين النادي الأهلي بيتعامل بمنتهى الاحترام وأحمد فتحي خرج من النادي الأهلي والموضوع انتهى صفحة وتقفلت ما لهاش أي ديل زي ما بيقولوا فلما بتبقى قاعد في الأعدال والدية دي وتجي تتكلم ويقولها يا جماعة الموضوع انتهى خلاص الموضوع اتقفل أحمد فتحي ماينفعش يرجع على النادي الأهلي تاني والنادي الأهلي مش هيفكر في أحمد فتحي تاني همنفكر في أمور أخرى دلوقتي لأن الصفحة تقفلت من اليوم ده لكن نقعد بقى نتكلم ونقعد نخلي الموضوع بقى قد الموضوع كان قد كده وبعدين بقى قد كده وبعدين بقى قد كده عايزين نكبر الموضوع أكتر فندخل فيه اسم النادي الأهلي وعايزين نكبر الموضوع أكتر ندخل فيه اسم الكابت الخطيب وبعدين نرجع اسم النادي الأهلي تاني علشان نقول أصل الموضوع كبير والنادي الأهلي بيدغط من هنا عشان يعمل كذا عمر ما تبيع داخل النادي الأهلي ولن يحدث افتكروا حضراتكو دايماً الكلام ده لأن الكلام ده هو المبادئ اللي احنا بنمشي عليها أو للنادي الأهلي بيمشي عليها خلال الفترة السابقة